موجز التاسعة صباحا مع هالا ونرجع ونكمل معكم باية فقراتنا اتفضلي هالا شكرا عبدالصمت التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي الفريق أول توت كولواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كولواك سلم الرئيس السيسي رسالة من الرئيس سيلفا كير حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة وخلال اللقاء تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان في هذا الصدد على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف السودانية على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء لحل الخلافات وتسوية الأزمة يتوجه وزير الخارجية سامح شكري صباح اليوم إلى برلين للمشاركة في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ حول عملية السلام وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن وزراء خارجية مصر والأردن والمانيا وفرنسا سوف يشاركون في الاجتماع للتباحث حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبول دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وأضاف بأن الوضع المتفجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة الاقتحامات المتكررة للقوات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية واستهداف المدنيين خارج إطار القانون يمثل تصعيدا خطيرا ينذر بخروج الوضع عن السيطرة الأمر الذي يقتضي تكثيف جميع الجهود الدولية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الفلسطينيين والعمل المنصقي بين الأطراف الفاعلة إقليميا ودوليا لتحقيق هذا الغرض استشد فلسطينيان وأصيب ثالث بجروح برأساس قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة قبطيا جنوب جنين وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة ودهمت عددا من منازل المواطنين في الحي الغربي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها وأضافوا أن قوات الاحتلال استهدفت مركبة بوابل من الرصاص في أحد شوارع البلدة مما أدى إلى استشهاد الشابين وإصابة ثالث بجروح أعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان أن المستشفيات المتاخمة لمناطق الاشتباكات متوقفة عن الخدمة موضحة أن نحو ستين مستشفى متوقف بشكل كامل فيما تعمل ثمانية وعشرين مستشفى فقط وأضافت اللجنة في بيان لها أن جميع المرافق الصحية خارج الخدمة في مدينة الجنينة بعد أن تم الاعتداء عليها ونهبها والاعتداء ونهب المخزن المركزي للدواء وسكن الأطباء ومكاتب الهلال الأحمر وأوضحت اللجنة أنه تم إخلاء نحو عشرين مستشفى منذ اندلاع الاشتباكات بالإضافة إلى تعرض ستة عربات إسعاف للاعتداء كما ارتفع عدد الوفيات بين المدنيين منذ بداية الاشتباكات لنحو خمسمائة وسبعة عشر حالة وفاة و الفين وسبعة وسبعمائة وواحد حالة إصابة قررت سوريا استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية وذلك بعد إعلان الرياض استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق وذلك بعد أكثر من عقد على إغلاق سفارتها إثن اندلاع النزاع الدامي في سوريا وأكدت الخارجية السعودية أن هذه الخطوة أخذت في الاتبار قرار مجلس وزراء خارجية الدول العربية الأسبوع الماضي والقاضي باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن مهاجما حاول الوصول إلى معبد يهودي على جزيرة جربة وأعلنت مقتل خمسة من بينهم منفذ العملية وإصابة عشر من بينهم ستة من رجال الأمن في الهجوم وقالت وزارة الداخلية التونسية أن قواتها الأمنية قتلت رجل الشرطة بعدما حاول الوصول إلى كنيس الغريبة اليهودي بجزيرة جربة بعد قتل زميله والاستلاء على سلاحه الفردي وعلى الذخيرة أبدى زعماء رابط الدول جنوب شرق آسيا آسيا قلقهم الشديد تحييل أعمال العنف في بورما وأدانوا الهجوم الأخير على قافلة تنقل مساعدات إنسانية في البلاد وفي بيان دعا الزعماء المجتمعون في قمة بإندونيسيا إلى وضع حد فوري لكل أشكال العنف واستخدام القوة بغي تهيئة بيئة مواتية لإيصال المساعدات الإنسانية وإجراء حوار وطني شامل ورياضيا تعادل منشستد سيتي الإنجليزي مع مضيفه ريال مادريد الإسباني بهدف لكل منهما في المواجهة المثيرة التي جمعتهما على ملعب سانتياغو بالنبيو في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دور أبطال أوروبا لكرة القدم تقدم ريال مادريد بهدف في الدقيقة السادسة والثلاثين عبر لعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور ثم أدرك منشستد سيتي تعادل بهدف نجمه البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة السابعة والستين بهذا التعادل يتأجل حسم التأهل إلى مباراة الإياب التي ستجمع الفريقين في السابع عشر من مايو الجاري على ملعب للتحاد انتهى موجز التاسعة وعودة مرة أخرى لجمانا ولي عبدالصمد لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر عودة لكم جمانا وعبدالصمد مشكوركي هلا شكرا جزينا